موسيقى العطاء ربنا سبحانه وتعالى بيقبله بيده ثم كما قال صلى الله عليه وسلم يربي التمرة كما يربي أحدكم فلوه الحصان بتاعه حتى تلقى التمرة في ميزانك يوم القيامة مثل جبل أحد لكن في بعض الناس هتروح في الأخرة ممكن عطاءات أكتر من التمر بكتير آلاف وما يلاقيهاش في الميزان وربنا من رحمته حذر اللي بيعمل سلوكيات معينة إن السلوكيات دي عاملة زي الفيروسات القاتلة للعطاء فتبقى أعطيت في الدنيا وتيجي يوم القيامة ما تلاقيهاش العطاء ده فده الأساس التاني في رحلة حياتك وانت بتبني علاقتك مع أشرف حالات الإنسان حالة العطاء الفيروسات دي زي مثلا إن الإنسان اللي بيعطي يشترط معاملة مختلفة من اللي بيعطيه كأن قبل العطاء كان حاجة بعد كده أنا عليت أنا اللي اديتك أو إن هو يشترط استغلال المعطى أنا اديتك حاجة فمحتاج أستغلك بقى في حاجة وكأنها ما كانت لوجه الله أو يذكره بالعطاء وقت الخلاف عشان يكسره هو أنت بتختلف معايا وانت عارف أنت مين وانا مين ده كده كله على بعض اسمه المن والأذى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قبل ما قولك ربنا العلماء بيعرفوا السخي قالوا الشخص السخي الذي يعطي وهو لا ينتظر مقابلا إلا من الله ولا يكون مثل الصياد يعطي الحبة للطائر ولا ينوي نفع الطائر إنما ينوي نفع نفسه هو بيحط الحبة عشان يصطاد الطائر مشان الطائر يأكل ويشبع أو بيحط الحبة عشان الطائر يأكل ويتباحه بكرة ويأكله فبيقوله السخي مش زي الصياد ده السخي بيعملها الوجه الله عشان كده ربنا في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا بكلم المؤمنين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس عشان الناس تشوفه ومن ضمن الناس اللي هو بيرائيهم الشخص اللي بيديله أصلا خد بالك أنا بديك هو رئاء يعني عشان يراه كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان يعني حتة زلطة كده إيه نشفة جدا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل الوابل المطر الشديد كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلده لما ينزل المطر الجامد على حتة الصخرة اللي عليها شوية تراب يغسل كل التراب يخليها بتلمع أهو المن والأذى استغلال الشخص المعطى أو تذكيره بالعطاء وقت الخلاف أو فرض معاملة معينة عليه بعد ما اديته عمل أكن فيه مطر نزل يرخ بشد دوابل فأذهب كل التراب وهذا المن أذهب ثواب كل الصدقة عشان كده ربنا قال قبلها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدبعها أذى لأن ثواب القول المعروف الصدقة دي أحسن بكتير من عطاء يتبعه معايرة للشخص ده عشان كده كان زمان سيدنا أبو عبد الرحمن لما يجي يتصدق في المسجد فالناس تدعيله فكل ما يدعوله يدعيلهم فيتصدق فيدعوله فيدعيلهم فلا يستطيعون أن ينتصروا عليه في الدعاء يدعوله دعوة يدعي حتى لا يشعر الشخص المعطى أنه ليه فضل عليه إنما كل ما تدعيله هدعيلك وده جي منين؟ جي من إن الشخص اللي بيدي اللي عنده العطاء ده فعلا شايف فضي المحتاج عليه لو لاك مش هشوف عطائي في الأخرة كبير كده وأنا مستأمن عليك الوفرة اللي عندي دي والخير اللي عندي سواء من نفسيتي لو عندي معلومة أدعمك بيها والاستقرار اللي عندي اللي بسببه أنت بتلجألي في محنتك فأنا المفروض الاستقرار ده نعمة إن أنا أحتويك بهذا الاستقرار ده فضلك أنت إنك أنزلت احتياجك بي شكراً إنك اخترتيني لشان كده سيدنا قيس بن سعد بن عبادة لما مرض فامراته بيقوله بيقوله مراته وافين صحابي محدش جي زرن ليه قالت له كلهم مديونين ليك مكسوفين ييجوا وهم مديونين فأمكاتب منشور كده إنه أسقط كل الديون وقال بئس الديون التي تمنعوا زيارة الإخوان إخوات ييجوا يزوروني مش مهم الفلوس اللي بيننا ومن بعض عشان ما يحسوش بحاجة ييجوا كده ونبص في وش بعض ولا يشعروا بأي فضل مني عليهم عشان كده وحش قوي لما حدي يساعد حد بعدين وصتخناءة كده يقوله يا عم لما استحملك بقى من زمان ما احنا ملناش غير بعض بالذات مثلا لما راجل يقولها لمراته ولا ست في يوم من الأيام مثلا جوزها يبقى عنده أزمة ويبقى هي عندها فلوس من أهلها ولا من شغلها وتساعده وتعدي الأيام وتقوله كلمة لأن الراجل لما بيتكسر ماليا ويمدي إيده لمراته مش سهلة حتى لو تظهر أنه مش فرق معاه وإحنا واحد مش سهلة فتقوله مثلا ده أنا في يوم من الأيام أنت بتعملي كده وأنا يا ما شلتك الحاجات دي بتكسر قوي فهذه الفيروسات استغلال الشخص اللي بتدينه أو تذكيره أثناء الخلاف بالعطاء أو أنك تفرض عليه معاملة معينة وكأنها بتقتل قيمة العطاء زي الفيروسات القاتلة اللي في الدنيا فحاول تتجنبها تلاقي التمر يوم القيامة في ميزانك قد جبل أحد فتجنب هذه الفيروسات وده الأساس التاني في رحلة بنائك لعلاقتك بالعطاء